قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع عدد من اللجان التجنيدية إلى محافظات الإسماعيلية والشرقية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح وذلك لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لأبناء مصر من دوي الهمم وكبار السن لإنهاء مواقفهم التجنيدية في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من دوي الهمم وكبار السن وانطلاقاً من المسئولية الاجتماعية التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير عليهم في أماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع عدد من اللجان التجنيدية إلى محافظات الإسماعيلية والشرقية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح وذلك لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لأبناء مصر من دوي الهمم وكبار السن لإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان وخلال مراسم تسليمهم الشهادات ألقى لواء محمد صبح مهنة مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه التيسيرات الممكنة لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن من خلال دفع اللجان بكافة مناطق التجنيد والتعبئة بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير كافة سبول الراحة وتقديم الدعم المعنوي لهم كما تضمنت المراسم تقديم عدد من الفقرات الفنية لذوي الهمم أعقبها تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية وأعرب ذوي الهمم ومرافقوهم عن جزيل الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقدمه لهم من كافة أوجه الرعاية والاهتمام أحبب أشكر السيد الرئيسي الجمهورية على الدعم المتواصل والمستمر لذوي الهمم أحبب أشكر كمان إدارة التجنيد الحقيقة حاجة يعني معتادة جدا من قوات المسلحة على دعم أبنائها من ذوي الهمم في أمستوى الجمهورية بيرعونا بيخدمونا في أي طلب بنخش فيه بيهتموا بينا نتعبناش في أي حاجة الناس كلها مية مية والناس على أكمل وجهة مراعين الناس آخر مراعية ربنا يبارك في الجيش يا رب وإحنا في ظهر الجيش تحيا مصر تحيا مصر